فاكرين طبعاً التفوق الكبير لريال مديد الموسم الماضي هم لعبوا عشر مباريات فاز ريال مديد فاربعة وفاز سيتي فاربعة تعادل الفريقين في مبارتين هدفين ريال مديد وهدفين منشستر سيتي يلا بينا ده الموسم ده يعني النسخة الحالية في دورة أبطال أوروبا بص الراكم يا جماعة هدف منشستر سيتي مين هالند عنده كم هدف في دورة أبطال السادي؟ اتناشر بعدين ريال محرس بكتير بعيد يعني ثلاث أهداف والفارس هدفين بص بقى هدف ريال مدريد عنده كام؟ طيب الغلبان اللعيب الجامد بس هو يعني بالنسبة الهالند ستة أهداف يعني نص أهداف هالند رودريجو جايب خمس أهداف وكريم بنزيمة أربع أهداف قل بالك بص السراسي الهجومي في ريال مدريد ستة خمسة كريم لو اعتبرنا أن ستة وخمسة بينيسوس ورودريجو ستة وخمسة أحداشر فهما أقل برضو الاتنين من هالند الواحده يعني وكريم بنزيمة بأربع أهداف ودي أرقام السادي في دورة أبطال هذا الموسم لعب عشر مطشاط فاز في ستة تعادل في أربعة سجل ستة وعشرين هدف واستقبل أربع أهداف فقط وده اللي كنت بقولك عنه قوة دفاع الستي واضحة جدا طيب بص بقى الريال لعب عشرة تعادل فاز في تمانية تعادل في مباراة خسر في مباراة سجل خمسة وعشرين واستقبل ثمن أهداف مباراة حلوة مباراة حلوة طيب